موسيقى من فضائية العراق التربوية أرحب بكم طلابي العزاء وأقدم لكم إن شاء الله درس من دروس الحاسوب للصف الثاني المتوسط مع الوحدة الثالثة راح نلاحظ إنه عنوانها الوحدة الثالثة تراكيب التحكم الاختيارية سيلكشن كونترول ستركتشر طلابي العزاء في البدء يجب طبعا الدرس الأول لماذا نحتاج إلى جمل الاختيار الفكرة الرئيسية من الموضوع إنه حتى يتم حل بعض المسائل الرياضية نحتاج إلى مفهوم الاختيار لكي نعرف ناتج شرط ما واختيار النتائج التي نحصل عليها بالنسبة لنهاية الدرس كنتاجات التعلم يمكن للطالب أن يتعرف على جمل الاختيار ويمكن للطالب أن يتعرف على أنواع جمل الاختيار ثم يقيم نتيجة شروط الجمل وأخيرا يكتب خوارزمية لعمل جمل الاختيار أما بالنسبة للمفردات فهي كالآتي نحتاج طلابي الأعزاء إلى حفظ المصطلحات المصطلح الأول جمل التحكم سيلكشن كونترول ستركشن ثانيا الشرط كونديشن ثم صحيح ترو وخطأ فلس أتمنى الانتباه لهذا الموضوع بالنسبة للدرس الأول هناك حتى كما ذكرنا سابقا بالمرحلة السابقة أنه عندي تراكيب لبناء البرامج هذه التراكيب هي ثلاثة التركيب الأول أي أن تكون الخوارزمية بشكل متسلسل سيكوينس تكون الخوارزمية مجموعة من التعليمات المتسلسلة مثل خوارزمية جمع عددين في هذه الحالة أذكر مثلا العدد الأول أي العدد الثاني بي ثم ناتج جمعهم أقوم بعملية الجمع وأظهر الناتج نلاحظ هذه تسمى بي السيكوينس أو المتسلسلة النوع الآخر اللي هو الاختيار سيلكشن بعض المسائل لا يمكن حلها بخطوات متسلسلة فنحتاج إلى اختبار بعض الشروط وننتظر نتيجة الاختبار هذا ما يسمى الاختبار أو سيلكشن نأتي إلى النوع الثالث وهو التكرار اللي هو تضم الخوارزمية مجموعة من التعليمات التي يعاد تكرارها وفق شرط معين هذا ما يدعى بالتكرار إذن تراكيب ثلاثة يجب الاهتمام بها هي أن تكون الخوارزمية متسلسلة أو تكون بشكل سيلكشن أن أختار ما بين طرفين أو أن تتم عملية التكرار نأتي إلى الشرط ما هو الشرط؟ هو جملة قد تكون نتيجتها نعم، true أو خاطئة، false، لا بعد إدخال قيم المتغيرات التي يتكون منها الشرط تعد جملة F اللي هي إذا باللغة العربية إحدى الجمل الشرطية التي تستخدم عند تنفيذ خطوة أو مجموعة خطوات وفق شرط معين مثال ذلك عندنا العملية الآتية F X أكبر من اثنين إذا نفرض أنه الجواب أو نفرض أنه قيمة X هي تساوي أربعة هل إن الأربعة أكبر من اثنين؟ حتماً سيكون الجواب هو true أو نعم أما إذا فرضنا أنه X قيمته صفر في هذه الحالة سيكون الجواب خطأ على اعتبار أنه لا يمكن أن يكون الصفر أكبر من الأثنين نأتي إلى أين يستخدم الشرط؟ أولاً يجب أن أعرف أنه يستخدم مع جمل التحكم الشرطية ومع جمل التكرار قيمته تتحدد أفواً تنفيذ بعض الجمال إذا كانت صحيحة أو خاطئة فإذا كانت صحيحة تتكمل العمليات الموجودة أما إذا خاطئة تنهي الخوارزمية أو البرنامج على ضوء ذلك تستخدم جمل الإختيار اللي هي Selection Control Structures ليه وظيفتها هي أنه تستخدم للتحكم في مسار تنفيذ خطوات البرنامج أهم فقرة أنه هي تكون بطريقة غير أو ليست تسلسلية بحيث يمكن تنفيذ أدة خطوات قد لا تكون متسلسلة ملاحظة هو أن جمل التكرار والدوران تعمل أيضاً مع وجود شرط إذن متى أستخدم الشرط؟ في حالتين في حالة جمل الإختبار وفي جمل التكرار لماذا تكرار؟ لأنه يملك شرط إذا كان صحيحاً أو يمكن أن نتوقف حين يكون الموضوع أو الشرط خطأ بمعنى أن أتوقف عن التكرار نأتي مثال لما ذكرنا أكتب خوارزمية برنامج لقسمة عددين واختبر كون المقام لا يساوي الصفر طلاب الأعزاء مسبقاً أو يجب أن أذكر أن الخوارزمية هي عبارة عن خطوات لكتابة أو لطريقة حل وليست هي برنامج كما ذكرنا أنه ممكن أستخدم معها أي لغة تكون بشكل نقاط وممكن أنه نقطي الشكل الآخر اللي هو الفلوشارت أو المخطط الإنسيابي في مثالنا هذا عندما أقسم عددين في الرياضيات يجب أن حينما نقسم عددين يجب أن لا يكون المقام صفر حتى لا يكون الناتج غير معرف كل الأعداد الصحيحة أو الحقيقية ممكن أن أقسمها على كل الأعداد مع عدد الصفر لأنه النتيجة تكون غير معرفة على ذلك سيتم إضاح الشرط لذلك لكل خوارزمية نحتاج إلى بداية ثم إدخال الرقم الأول اللي فرضناه هو البسط وإدخال الرقم الثاني اللي هو المقام عند ذلك نختار أو نختبر الجملة الف نسأل الشرط إذا كان الرقم الثاني اللي هو المقام يساوي صفر فسيصبح عندي الموضوع خطأ إذن ننهي البرنامج وإلا بما معناه أنه المقام ليس صفر إذن نقوم بعملية القسمة للتبسيط أنه رح يصير عندي بداية ثم عملية إدخال إدخال العدد الأول اللي فرضناه البسط أي وإدخال العدد الثاني المقام بي ثم هنا هذا الشكل رح يأخذ الشرط إذا كان المقام يساوي صفر مباشرة ننهي البرنامج عد ذلك إذن هنا رح يكون عفوا رح يكون نعم وهنا رح يكون لا أو خطأ أو ممكن نكتب صح أو خطأ عندما ما يكون المقام صفر في هذه الحالة نحسب الأكس يساوي الأي على البي ثم نجري عملية طباعة الأكس وننهي الخوارزمية أيضا عندنا أكتب خوارزمية برنامج لمعرفة إذا ما كان العدد زوجي أم فردي نلاحظ طلابي أن الموضوع أصبح أسهل نحتاج إلى بداية ثم عملية الإدخال نفرض أكس ونجد أو نبحث عن الشرط اللي هو باقي القسمة على اثنين إذا كان العدد باقي قسمة ثمانية على اثنين يساوي صفر راح يكون العدد زوجي إذا كان واحد راح يكون العدد فردي إذن نأتي إلى الفلو شارت للتوضيح بداية ثم إدخال قيمة العدد اللي هي أكس تساوي ثم ثم جملة الشرط إذا كان الأكس أقصد العدد موض اثنين يساوي صفر نعني بذلك إذا كان باقي قسمة اكس على اثنين صفر فإذن العدد راح يكون زوجي وإذا لم يكن يساوي صفر إذن هو العدد فردي في كل الحالتين أذهب إلى النهاية أتمنى طلابي الأعزاء أنه توضحت الفكرة أنه ممكن أن أعبر عن الشرط في شكل خوارزمية أو مخطط انسيابي في كل الحالات أركز على موضوع الشرط حتى أستطيع أن أختبر جملة الشرط قد ذلك طلابي لاحظ أنه الشرط راح يتواجد في مرحلتين أو في جزئين هما جملة الشرط الاختيار وجملة التكرار لماذا قلنا جملة التكرار لأنه راح أبقى أكرر الموضوع إلى أن أوضع شرط معين حتى أوقف عمل البرنامج هذا هذا هو المقدمة أو التوضيح البسيط الذي حبيت أذكره لكم وأنتم مخيرين أن تكتبون الخوارزمية بهذا الشكل أو بهذا الشكل أتمنى من طلابي الأعزاء أن يكون واضح أمامكم وإن شاء الله ألتقيكم في الدرس القادم تحياتي لكم موسيقى اشتركوا في القناة